اقتصادياً أكد دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري أهمية تضافر الجهود للدفع قدماً بأجندة التنمية والمناخ وشدد أمام منتدى العمل العالمي من أجل التنمية المشتركة المنعقد في الصين على أهمية حشد الجهود لمجابهة أثار تغير المناخ لسيما أن الفقوة التمويلية للاستثمارات المناخية عالمياً تقدر بنحو 4.5 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030 وأشار إلى منصة نوفي التي تم إطلاقها كمبادرة رئاسية مصرية خلال مؤتمر كوب 27 والتي تمثل عكاساً لحرص مصر على تعزيز العلاقة الوطيدة بين التنمية والعمل المناخي